اهلا ومرحبا احباء المشاهدين احييكم تحية النعمة والسلام في هذه الحلقة من برنامج ليكن نور وحديث اليوم رح يكون عن تلاميذ المسيح من هم تلاميذ المسيح؟ ما هي صفاتهم؟ كيف اختارهم المسيح؟ ما هي الكفاءات الموجودة عندهم؟ وكيف شكلهم يسوع المسيح؟ وكيف كانت دعوتهم وارساليتهم ايضا؟ ان رؤية دقيقة في حياة التلاميذ اكيد رح تخبرنا عن القائد اللي تبعوه واللي خدموا واللي طبعا ضحوا بحياتهم من اجل قائدهم واليوم رح نلقى الضوء على هذا الموضوع بعنوان من هم تلاميذ المسيح؟ واذا قدرنا نعرف من هم تلاميذ المسيح؟ هذا طبعا بيعكس الصورة على الهوية والشخصية اللي اختارتهم دعتهم وارسلتهم ايضا موضوع كتير كتير مهم كيف 12 تلميذ من تلاميذ المسيح استطاعوا ان يغيروا العالم يعني ثلاث قارات كيف استطاعوا ان يوصلوا الرسالة وارسالية المسيح في اصعب واحلك الظروف في امور كانت مضادة ضدهم وعكس اتجاههم وكانوا يعملون ضد التيار لان محبتهم كانت شديدة ليسوع المسيح شو اللي غيرهم؟ شو اللي خلاهم ان يضحوا بكل غالي ونفيس ولسيما عندما دعاهم يسوع المسيح لم يعدهم باي شيء لكنه اعطاهم القرار والاختيار ان يتركوا ان لا يتبعوا ووعدهم بطريق ليس مفروشا بالورود ولا بالغنى ولا الكرامة لكن طريق مفروش بالآلام والضيقات والمواجهات والاتهدات ايضا ما الذي يجعل من تلاميذ المسيح حبا الى ابعد الحدود بينما بالكلام البسيط العادي العامي في هذه الايام لا فيها ربح ولا فيها طموح ولا فيها اي شيء اللي ممكن يستفيد منه لكن على العكس فيه خسارة كل شيء من هم تلاميذ المسيح؟ انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة وطبعا رح تظهر ارقام التلفون على الشاشة فيك تتواصل معنا ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة